أهلا بكم مشاهدين في هذه النافذة من ستوديو بيروت من وسط بيروت إذن اليوم هو يوم ترقب النتائج الرسمية رغم وجود نتائج أولية شبه واضحة ومحسومة وبدأ الحديث والأسئلة حول المشهد السياسي القادم وهذه الأسئلة سنطرحها على ضيفنا رئيس حزب الحوار الوطني والفائز عن المقعد السنيبي دائرة بيروت الثانية سيد فؤاد المخزومي أهلا بك معنا سيد فؤاد سبعة منها خير مبروك يعني نحن نطرين للنتائج الرسمية ولكن بحسب الأرقام لديكم الفوز مؤكد صح نحن اليوم لا شك أنه بيروت ربحيت ومنقول ألف مبروك لأهلنا ببيروت ألف مبروك لأهلنا بلبنان ألف مبروك لأهلنا يلي بالغربة يلي فعليا تشجعوا وأخذوا هالخطوة الإيجابية للتغيير بمعزل أنه النتائج النهائية ما طلعت بعد بس كل شيء يلي اليوم التحليلات والموجودة فيها أنه الأرجح سوف ننتصر متل ما قلنا بالزمنات نزلنا حزب الله من الواحدة وسبعين نائب بالمجلس لتحت الخمسة وستين وإن شاء الله بالآخر تكون أخذنا نحن الأكترية وبهالطريقة فيها فعلية نبتد التغيير ونرفض هالشي يلي كامل ماضي لما أنا عم تقول نحن ما نتقصد سيزوه؟ كل واحد سيادي تغييري مجتمع مدني ثوروي ضد هذه المنظومة الفيسدي أشخاص ما قلنهم علاقة لا بالمنظومة لأنه علاقة بالدولة أشخاص ما قلنهم مصالح بالبلد مصالح يلي بالآخر قادرين نغير فيها ونبدي مستقبل أحسن لأولادنا بمعزل بيكون دايما فيه اختلافات بالسياسي بس بعتد بالسوابت وهلا نحن في لبنان عندنا عدة مواقف أساسية عندك انتخاب مجلس عندك انتخاب رئيس مجلس عندك وزارة عندك رئيسة جمهورية عندك ما هو خططنا بالعلاقة مع الـ IMF يعني في عدة مواضيع سيادية لازم نتفع عليها ونتخطى الشخصيني والآن فيها حتى نصل لمصلحة البلد هل تعتقد أنه في قدرة على تشكيل هذه الجبهة الموحدة حتى يمكنكم أن تقولوا نحن كلنا جبهة سيادية يعني نحن كلنا مع بعض بتمنى وأنا بعتقد هالشي ممكن لأنه ما تنسب الـ 2018 لما حصلت الانتخابات لم يكن هناك معارضة كان في حزب الله وحلفائه وكان ناس منهم الأقصام لحزب الله يعني لما أنت بتشاركي بحكومة إذا لو كنت ضدها لحزب الله مثل ما صار بالماضي يعني بقتير المستقبل وغيره بتكوني عم تعتش شرعية لحزب الله أنا أعتقد بهذا المرحل اليوم بالجو التغييري اللي عم يصير لن يتجرأ أي شخص اللي هو فعليا مش تحت هيمنة حزب الله أن يشرع حزب الله أو يعطيه شرعية بأي شكل ما مش أنهيك كل هالكوة اللي كانت بالآخر مسعدة تكوني على طرف بالنص يعني بدأت تاخد قرارة هي يا مع المعارضة يا مع حزب الله وبعتقد كتير لح نجوف من الأشخاص ما قفوا اللي حصفي أوضح ما بقى أرمادة ولحنشوف في كتل كبير اللي حتكون مركبة يعني يفترض أنه أن تبدأ الأمور بانتخاب رئيس للمجلس بالأمس موقف دكتور سامير جعجع كان شبه واضح المحل لأنه لا يكون هناك انتخاب للرئيس بره لدورة ما بعث كم رقمها الآن ولكن صحيح هل هذا وارد يعني بالنسبة لكم هل هذا قرار مشترك برأيك أنا كموقفي واضح من أول لما سؤلت عنها أنا الطريقة اللي عم يندار فيها مجلس النواب بعتقد منها طبيعية الطريقة بتمرير القوانين ببحث القوانين لأنه أنا اللي شفته بمجلس النواب مركز الفساد الأساسي مش الحكومة الحكومة بتنفذ ما يقرره مجلس النواب لكن الفساد هو بمجلس النواب من يشرع الفساد وأنا بالطريقة اللي عم يندار فيها المجلس فعليا نحن منكون شركاء بالفساد إذا رجعنا نفس الإدارة اللي كانت موجودة بالماضي أنا بالنسبة لي لن أصوت لن رئيس بره كرئيس مجلس النواب آها في بديل لسوء الحظ هلأ بالوقت الحاضر السبع وعشرين الشيعي لأسوء الحظ أحكيها باللغة الطائفية لأنه هذا وضعنا هني تابعين لهالمنظومة حزب الله وأمل مش هنهيك إذا صار عنا الأكترية نحن وقدرنا نعملها فينا بالآخر نحط شروط مختلفة لح تكون صعبة لأنه بالآخر بديك تنتخبي شخص من داخل المجلس مش من خارج المجلس بس خلينا نشوف كيف نتعاطى فيها بوقتها يعني وهي دب أيضا سؤال يعني ينطبق على رئاسة الحكومة على رئاسة الجمهورية هل يمكن أن يكون هناك تسوية كاملة على الرؤية الرئاسات الثلاث أو برأيك كل خطوة بخطوتها يجب أن نحسبها الآن لا أنا بعتقد اليوم بدنا نتطلع بعد هذه مرحلة الانتخابات أنه لبنان فات على مرحلة جديدة بحياته ما بدي سميها الجمهورية الثالثة بس أكيد فتنا كلنا اكسرنا حاجز الخوف اكسرنا هالرهبية اللي كانت فارضة علينا باستباحة لبنان بعد ما استباح بيروت بالألفين وثمانين لما بالآخر كان أنت بتعفي لما راحوا على الدوحة يلي أنا بعتقد كان أكبر خطأ عمل لأنه دبح الطائف من الوريد للوريد من ذهب للدوحة ووافق على منظومة الشعب والجيش والمقاومة يلي شرعت سلاح الفساد ويلي شرعت حماية الفساد وشرحت السلاح الغير شرعي بالألفين وثمانين بأول حكومة بعد ما رجعهم للدوحة بعتقد هذه كانت بداية من الآخر مصيرنا اللي فطنا فيه لجهنم نحن اليوم أول شيء كان أي رئيس وزارة بالبيانة الوزارة بيقول الشعب والجيش والمقاومة يلي بسموها هي المعادلة الدهبية هي معادلة خشبية خربت لنا بيتنا لقد نحن هالثلاثة هول طالما كان حزب الله بالسلطة يفرط على أي حكومة على بيان وزارة ولما البيان الوزارة يتم الموافق عليه بمجلس نواب لقد كل الشعب اللبناني وافق من خلال ممثلينه اليوم إذا قدرنا نحن ناخد الأكترية نمنع أي رئيس وزارة غير إصلاحي أول شيء يدعف فيها يعني نحن نشلنا الشرعية عن سلاح حزب الله ساعة حزب الله إذا مدوا يخلي سلاحه صفق خارج الشرعي وهون صفق قوتنا نحن كمعارضة لحتى نجيبه للطاولة ونلاقي معادلة لإسحب سلاحه لأنه لا يمكن بناء دولة لا يمكن بناء قضاء لا يمكن الدعوة للاستثمار بوجود سلاح غير شرعي بموضوع الشرعية وعدم الشرعية صح نحن نتابع أو تشريع هذا الموضوع كامل بيانات الوزرية ولكن بالأساس كان باتفاق مرمخايل عندما قال حزب الله بوقتها أنه اليوم صار عندي غطاء مسيحي بدرجة أولى وكان بوقتها غطاء مسيحي قوي إلى جانب أطرف أخرى حتى غطاء درزي اليوم نحن نتحدث عن خسارة لدى هذا الطرف المسيحي الذي كان شريك لحزب الله بالفترة الماضية نتحدث عن غياب لأطرف الدرزي الذي كان شريكا وحتى الغطاء السني الذي كان موجود بوقتها لا يبدو أنه قوي الآن هل عادت عقارب الساعة لما قبل اتفاق مرمخايل؟ مئة بالمئة اليوم لسوء الحظ كان فيه شريحة من المسيحيين يلي شرعوا حزب الله وأنا هون بدي وجهة تحية للقوات اللبنانية على المعركة يلي خاضوها والأرقام العالية يلي وصلونا أنا بعتد أننا عمينا حكي بعشرين نايب ويمكن يكون أكثر صحيح يمكن أكثر أنا حنيهم لأنه الآخر قادوا بمعركة سيادية والله يوفقهم وعننا مصلحة كله يتنا نتعامل مع بعضنا بالنسبة لموضوع اتفاق مرمخايل أنا بعتد كان بسمار بمحاولة حطه بكفن لبنان نحن لن نضف فيه وبعتد المسيحي يلي كان ماشي على العمياني بموضوع اتفاق مرمخايل صحيح مش أنيك أسقط تقريباً النص من نواب الطير الوطني الحر بهذه المرحلة وكذلك أسقط رموز النظام السوري بلبنان يلي كانوا حلفاء لسوريا لكن اليوم في صحوة مسيحية في صحوة درزية في صحوة سنية إنه هذه المعادلة غير طبيعية ما فينا نمشي فيها يجب عملية إعادة العقارب للساعة للوراة حتى نبني لبنان يلي كلنا فينا نعيش فيه ما في لبناني بيقول أنا ما بدي عيش مع الشيعي أو مع المسيحي ولا الدرزي ولا المسلم ولا الصني ولا الشيعي بدينا نعيش مع بعضنا بس أنت بقليلي أي دولة بالعالم هناك منظومة ميليشيا مسلحة تفرض الخوف على القضاء تفرض الخوف على الطبقة السياسية على الأجهزة الأمنية على المستثمرين كيف أنت تركبها أي دولة بالعالم بتصير فيها أنا بأعتقد هذه مرحلة وبقول الله يهني اللبنانيين على الإنجاز اللي عملوا بلشت العقارب الساعة ترجع لورا وحزب الله عنده خيارين يابد يرجع يفوت لمنظومة الدولة ويسلم سلاحه ويصفي حزب سياسي لبناني مش إيراني وصورة الخميني وراه لما بيحكي معنا حسن نصر الله ساعتها أهلا وسهلا فيه كحزب لبناني الشيعي أو غير الشيعي هذا خياره هو بس بدنا نتعاطى بالشأن الداخلي مع بعض مش إني تفرض علي أجندة إيرانية خارجية وتقلي يا هيدا يا بلط البحر نحنا خيارنا عربي إذا بنبلط البحر لا ساعتها في عنا خيارات تانية فينا نعملها بعلاقاتنا الدولية فينا نفرض عملية العقوبات أكتر على حزب الله ونخليه يقعد على الطاولة ونحنا عم نقول له أهلا وسهلا فيك أنت كلبناني بس أنا ما في أعود معركة إيرانية طيب يعني هل سيكون أو ستكون المعركة الأساسية اليوم بمجلس النواب بالبداية وإذا كان في لديكم أكترية بتحالفاتكم ستكون سلاح حزب الله أو ستكون أمور أخرى لا يمكن الفصل ما بين سلاح حزب الله والميليشيا والفساد نعم ياللي ما حصل أنت اليوم لماذا القضاء لا تقول القضاء ما بيقدر يميسوا القضاء لأنه شفناها بال2020 بيفوت واحد من أعضاء حزب الله على العدلية ويهدد القضاء كلها وتتشوف في قديش مسيطرين على البلد لم يتجرى لا رئيس جمهورية ولا رئيس مجلس نواب ولا رئيس مجلس وزراء ولا وزير عدل ولا وزير داخلية يرفض هالشي ويطلبوا للتحقيق لقا فعليا لما نقول أن حزب الله مسيطر على البلد يمارس هذه السلطة قدام العالم كله ييت هيدا واحد اثنين هو بالنتيجة حزب الله ما هو ميسك لحدود الغير شرعية بينه وبين سوريا من يضرب الاقتصاد اللبناني الاقتصاد الكاش مين معه الاقتصاد الكاش وتهريب البضاعة حزب الله مين يلي هرب البضاعة على البور وفلتين البور بتهريب البضاعة كما كانت بموضوع الأمونيو نايتريت ما هو أمونيو نايتريت فواته بنفس الطريقة اللي كان يهرب الاقتصاد تبعه للداقة مين يلي عم يهرب الآخر المخدرات للبلاد العربية مين عم يطلع الشهادات المنشأ من لبنان حزب الله موضوع الكابتاجون مين عم يسرق مين عم يبعط خلية الإرهاب للكوات ويساعد اليمنية طيب الحوطيين طيب يضربوا الإمارات فالفساد حزب الله لكن مش هو بقط كان بالماضي عم يقول أنا حامي الفساد أنا هوري حلفاء مش هو حامي الفساد هو رأس الفساد هو فعليا يلي خرب البلد هو خرب اقتصادنا هو يلي خلينا نطلع من بيئتنا العربية ولهذا بعودة السفير السعودي مثل ما بتعرفي في 21 اتفاق اقتصادي أمني يلي نحن قدمه للحكومة اللبنانية من السعودية بال2018 يلي رفض حزب الله يخلي الحكومة يتمضي عليه نحن لو مضينا هالمواضيع كل هالأشياء يلي اليوم متخوف في بلاد الخليج وخاصة السعودية تبعت مواطنين للاه البلد لأنه ما في ضبط أمني للاه البلد بس أهم شي بدنا نفتح الاقتصاد اليوم السعودية أكبر اقتصاد بالعالم العربي بتشكل 70% من اقتصاد الخليج تصوري لو نحن عندنا طريقة حتى نفوت نتعامل مع الاقتصاد اليوم بالألفين وعشرة الخليجيين كان يصرفوا 8 مليار دولار بالسياحة كان عندنا خمسين ألف وظيفة اليوم تطلع بتطلع من هنا بتشوفي شي بيحزن القلب يلي هي بيروت لأنه حزب الله من الألفين وستة ضرب صورة بيروت ضرب الاقتصاد لأنه بدي يحط ايده على البلد اللي اليوم عم يمارسها بالكامل طيب وأيضا يعني بمرحلة من المراحل استخدم سلاح حزب الله داخل لبنان وليس فقط كما يقول هو ضد إسرائيل اليوم في مخاوف من استخدام هذا السلاح طالما الموضوع يعني وصل إلى هذا الحد من المواجهة أو من الانقسام العمودي بمجلس النواب وحتى بالشارع يعني نراه هل تعتقد أنه قد يستخدم هذه المرة هل يصل حزب الله إلى هذه المرة لا أعتقد لأنه بالآخر حزب الله استعمل إسلاحه بحرب الالفين وستة يلي أنا بعتبر كانت حرب اعتباطية متفق عليها نعم لحتى يحط ايده على البلد المرة الوحيدة يلي استعملها هي تحط ايده على البلد ومن وقتها لليوم لا يستعمل إسلاحه إلا ضدنا اليوم بالالفين وثمان استبيح بيروت لما جينا اعترحنا مشروع عملية أنه من يتعرض لعمل إرهابي في لبنان يجب أن يعتبر أنه شهيد مشان عملية التعويضات رفض حزب الله يحط ما حصل بسبع أيار كأنه شهده لأنه بيعتبرنا أنه نحنا بالآخر عدالة له اتنين غزوة عين الرمانة الاختيالات التي صارت من بعدها من الالفين وخمسة ورايح لما بتشوف يشو صار بموضوع التفجير البور ورافض ميات لألوف تشردوا 220 ألف قتيل رافض خلينا نعرف من هو المجرم بيناتو بيحمل المجرمين لا هو رأس الفساد أنا لا أعتقد عنده الجرأة بقى يستعملها والبرهان كان يطلع حصلنا صلى الله ويهز بأصبعه وهدد إسرائيل بعد ما بعد الدرون على إسرائيل وبعتونا الـ F-16 ما عدنا شفنا في أي تحديد لإسرائيل لك من نتيجة هالسلاح صفى أكتر كلام وخطابات سياسية أكتر ما هو من اللي عم يتنفد هوني أنا بعتقد فرصتنا نحن كنا كسياديين إننا نقول له خلاص بكفة كفة بقى بدك ترجع حزب لبناني أهلا وسهلا فيك نحن ما في مشكل بين لبناني سني وشيعي مثل المسيحي بس عندي مشكلة معك أنت لأنه أنت قلت لمن 1885 أنت جندي بولاية الفقه مالك ومصرياتك وسلاحك وأكلك وشربك من بره لكن الاتهامات اللي بيطلعه حزب الله اللي عننا علاقات عربية نحن علاقاتنا العربية على رأس السطح بس علاقات العربية مبنية على الاحترام المتبادل والعملية المصالح المشتركة اللي أنت مصرياتك يا حزب الله وسلاحها كل لياته إيراني جاي للاستعمال ضدنا نحن بالداخل مش لعمالة حياة بحماية بلدنا يعني اليوم في أجواء دولية لتسويات معينة بين أمريكا وإيران بين موضوع الاتفاق النووي إلى جانب يعني ما يحصل من حوارات هل تعتقد أن حزب الله في مرحلة تقديم تنازلات أنا لا أعتقد هو شايف أنه التسويه جاي مش لمصلحته مصلحة إيران ويلي شايفينه نحن اليوم بمجلس لما يحصل بسوريا واضح أنه فيه هناك تراجع للدور الإيراني بسوريا طيب إذا كان فيه تراجع بالدور الإيراني وهناك تسويه قادمة باليمن والبالعراق قسرت إيران وحلفاء لما بعد الانتخابات وبلبنان خسر اليوم ما يحصل بلبنان هو اللي شفتنا بالعراق اليوم ما باع عنده الأكترية لكن إذا اليوم هو منه شايف أنه التسويه جاي على رأسه وأزبط له يرجع لبناني ما يظل له إيراني هو الخاسر الأكبر أنا باعتقد الوقت صفى لمصلحة لبنان مش لمصلحة حزب الله بس يعني بما أنه ذكرت حضرتك العراق يعني صحيح الطرف الآخر ربح وليس الأطراف المدعومة من إيران بس بنفس الوقت في تعطيل موجود داخل البلد هل يمكن أن نعيش نفس السيناريو في لبنان نحن بتنسي بلبنان مرتين عشنا بفراغ رئاسي ومرتين يجي يا السوري يا حزب الله ويفرض التسويه ليه لأنه يلي ضد حزب الله كان ما عنده مشكلة بتدويره سويا ويعملوا التسويات مثل ما شفنا من 2016 بالتسوية الرئاسية يلي بعتد كل ياتنا كنا ضدها بلاد الخليج كلنا ضدنا وفعليا الغرب ما كان مساند لإله اليوم إذا بديش يقول حزب الله أنا بدي جمد البلد بالمقابل للصندوق النقد الدولي اللي حيمضي معنا لعملية الاستثمارات اللي حتجي أد ما بالآخر هو مهرب مصاري ومخبى مصاري وعم يهرب أكل ودوى قداش فيه يعمل نوع من عملية يغطي هالبوضية وأهم نقطة خلينا نشوف أنه هالانتخابات كان هناك 7% تراجع بعدد الشيعة يلي كانوا يعطوه والبرهن محمد رعد يلي كان ياخد 90 ألف أخذ 40 ألف هذه أول مرة بتصير أنه هناك ابتدى الرفض الشيعة الشيعة ما عم يرفض موضوع السلاح فقط الشيعة عم يقولك أنا ما بقى فيه يعيش بهالمعادلة الاقتصادية اللي عايشين فيها لكن إذا بدنا كلنا نعيش مع بعضنا بمعادلة معينة ما بقى فيكم تحطونا بهالموضوع وتستعملوا سلاح تتمنعوا التنمية والإصلاح بالبلد لأنه التنمية والإصلاح عم يطال كل شريح المجتمع اللي لبناني مش فيها واليوم لما مجي نحن شفناها حتى بكل بكل الأصوات هناك مقاطعة 7% مننا مسحة يعني لما بتشوف في كل الطواف كنا عم تزيد 1.2% واللي هي بكل وضوح ودقة شكرا جزيلا لك سيد فؤاد مخزومي رئيس حزب الحوار الوطني والفائز عن دائرة بيروت الثانية شكرا سعادة نائب ألف مبروك على الفوز